بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي متابعي قناتي على اليوتيوب وتليجرام خلونا نعمل نظرة سريعة على العملات الرقمية اليوم تمام طيب طبعا نحن نستعمل نظام كريبتو بوينتز لحتى نحلل العملات الرقمية فاول خطوة لازم أعملها لازم ألقي نظرة على برنامج الباث بوينت لحتى أفهم وضع السيولة ووضع السوق شو صاير فيه ما بينفع أنتقل لجزئية تانية اللي هي برنامج الاند بوينت قبل ما أشوف السيولة شو وضعه بالسوق وشو فيه توجهات طبعا إذا فتحت الباث بوينت عندي هون هاي النقطة آخر النقطة موجودة طبعا على الإصدار المدفوع موجود نقطة أكتر ولكن أنتو الإصدار المجاني هاي النقطة المسموحة بالنسبة للكم فعندي هاي النقطة تمام وعندي هذا بوط التداول اللي حيساعدني خلال عملية القراءة فأنا بعمل click عليه بكاتب لي trend continuation trend continuation تمام يعني إكمال الترند بهاي النقطة اللي هي نقطة يوم 24 وعشرين خلينا بس بشان تمام هون كاتب لي 24 اوغاست وعندي trend continuation طبعا هون البرنامج هدد لي اليوم 16 إلى 19 تمام إما حيتغير الاتجاه إلى صاعد إما حغير اتجاهك حيكون اتجاهك صاعد تمام أو اتجاهك هابط تمام طيب فأجينا نحن نقطة يوم 19 كان عندي صعود للبيتكوين تمام في بعض العملات حتلاقيها ماشي على الخط الصفلي اللي هو الهبوط فالنقطة اللي بعد منا نقطة يوم 24 عميلي trend continuation او تكميل الاتجاه يعني الاتجاه اللي انت بدأته بالنقطة اللي قبل فعن النقطة اللي قبل هون كانت يوم 19 لبيتكوين بدع صعود فالمفروض ان يكمل انا صعود عند هاي النقطة طبعا هون ممكن احدكم يسأل سؤال هل ممكن يكون في خطأ بالبرنامج طبعا احنا هون منقلك انه انت دائما وابدا في عندك معاملات ايمان اللي هي الستوب لوز دائما لازم يكون موجود معك بالصفقة تبعك لحتى تضمن انه انت ما تخسر وتستفيد الفائد القصوى من هاي القراءة بس حاليا انا حم بفهم وضع السوق شو هوه تمام انا مو بمرحلة عقد الصفقة فموضوع الستوب لوز مو من الباث بوينت باخده باخده من الاند بوينت تمام في حاليا نفهمنا تواجه العام لسه بالنسبة للعاملات اللي ماشية مع البيتكوين لاحظوا انا فاتح الشارط البيتكوين تواجه العام صعود وليس هبوط ليش لانه نقطة يوم 24 هي تكميل للاتجاه اللي هو بدأ من يوم 16 او 19 ولاحظوا احنا هون كنا عاملين قاع فلحنا مفروض نكمل هذا الصعود بالنسبة للبيتكوين فاخدنا هاي المعلومات الاولى بالنسبة لي فالبرنامج مفترض انه عندي انا وعندي تكميل الاتجاه الصعيد هلا بنتقل للاند بوينت اللي هو هذا هو ببدأ حلل العملات طبعا الامور بسيطة ببدأ حلل البيتكوين عملية رسم خطوط يعني هذا الخط بمدة لهون هاي مجموعة الخطوط بمدة لهون هاي الخطوط بمدة لهون على البيتكوين تمام طيب فين امسك الخط طبعا هون انت مو مطلوب منك تحلل لانه اصلا برنامج الذكاء الاصطناعي محلل الزمن عن طريق الباث بوينت ومحلل لك دوم والمقاومات عن طريق الاند بوينت تمام فانت مو مطلوب منك تحلل اي شي شايف انت مس عليك توصل هاي الخطوط بس عملية رسم انت رسم ما لك محلل هون بهي النقطة تمام طيب عميلا البرنامج هون من يوم 16 الى 19 عندك ترينت صعيد ونقطة يوم 24 بعده هي ترينت كنتينواشن او تكميل الاتجاه فالحنا اللاحظو يوم 18 بدأنا صعود فالمفروض انو احنا هنكمل اتجاه الصعيد تمام طيب لو انا بدي اشتري كيف بدي اشتري ممكن اشتري من هاي النقطة انو هي دعم لاحظون هاي المنطقة هو مو محدد لك ياه كدعم او مقاومة قادرة ان تغير الاتجاه تمام فبالنسبة لي الدعم الاساسي هون بهي المنطقة تمام الدعم الاساسي هون بهي المنطقة عند الاربعين الف فبزن صعب شوي انو ينهار البيتكوين على الاربعين الف تمام فممكن اشتري بعد كسر هاي القمة هادا هو هدفي عند الاربع وخمسين الف تمام وحط استوب لوزي اسفل هون عند هاي النقطة وعن ليش انا بدي اشتري عند كسر القمة بشان اعرف استوبي وين لانا لو اشتريت هلا استوبك عند الاربعين الف هذا ضخم جدا هاد الاستوب خلينا نشوف ادي نسبته تعريبا 14 بالمية فهذا رقم ضخم على البيتكوين فالافضل تنتظر كسر هاي القمة بحتى تفوت تشتري تأكد الاتجاه هذا هو هدفك وحتكمل معك الاهداف بعيدة ثانية لفوق يعني ممكن توصل الخط اللي فوق لاحظ عند الخط اللي فوق بدأت الخطوط تنحشك مع بعضها ويصير عندي عدة خطوط فهي المنطقة اما حتكون لو صعدنا لالها اما حتكون تداول جانبي اللي هي بين ستين الف لا الاربع وستين الف حتكون منطقة تداول جانبي او السعر حيهبط منا يصحح لما تلاقي هيك مجموات خطوط متقاطعة مع بعض على الاند بوينت فعرف انه هاي المنطقة السعر حلاء حنشوف بامثلة عملية السعر حيكون عنده اما متذبذب او حيمشي بصايدوي او حيكون في عنا هبوط من هاي النقطات اللي حنشوف على عملات ثانية تمام طيب فالحد هلا الهبوط صيد الموقف فممكن انفوت لانه الباث بوينت مفترض لان اتجاه تبعي صعيد تمام طبعا الباث بوينت ما بياخد بعين الاعتبار منذ التصحيحات هو بهم وبيعطيك الاتجاه العام والسيو ليلة ما رايحة التصحيحات اللي مثل هاي هاي بدك تاخدها من الاند بوينت هو شغلته يعطيك التصحيحات تمام فانت بك البساطة انتظر نكسر هاي النقطة وهذا هو هدفك اللي يفوق عادة عن ذلك ما في عندك عملية شراء طيب انا مشتري من قبل بس ارهبط عليه من وين بدي اعزز واضح جدا انه الاند بوينت تمام عم يقل لك تعزيز حيكون من المستويات الاربعين الف لانه كملنا هبوط حنعمل سقوط لهذه النقطة تمام بس ما بزن في هبوط ليش لانه كان لازم يكون السقوط قوي تمام كان لازم يكون سقوط قوي مو بهذا البطء لانه هاي حتكون قمة نظامية فلازم نهبط بشكل قوي لهي النقطة مع ذلك ناخد بعين الاعتبار هذا الموضوع ما نحمله ناخد تعزيز بعد نسبة 15% عند 70% طيب انا مما يسيولي شو بدي اعمل فيك تبيع نص كميتك ونص ثاني تخليه في حال حصل هبوط لو رجع السعر هلا كسر هون فوق هاي المنطقة ترجع تشتري مرة تاني بالنص الثاني اللي معك تمام بس خليه معك تي ثارت شعر عملية تعزيز طيب شباب نكمل تحليل الاثيريوم الاثيريوم واضح تمام ان لكم احنا لما تلاقهم مش ما تخطوط مثل هاي خط خطين ثلاثة سعر ماشي بناتهم فهي منطقة اتجاه جانبي مثل ما وردتكم قبل شوي على البيتكوين قلت لكم ففرجيكم بامثلة عملية حقيقة تمام انت هون انت هون ممكن تأمن الصفقة تبعك ضروري جدا تأمنها لانه صار هبوط هلا تحت هذا الخط تحديدا تحت هذا المستوى المقاومة فعندك هبوط 12% او 19% يعني ربع المحفظة تبعك فما في دعا تحتفظ بصفقة من هيك نوع والسعر هينزل لتحت تشتري من تحت او تمام انت مكمل بهي الصفقة تمام فانت اصطبك هون بدي يكون تحت ادنى قاع هون عند 2888 كما لاحظوا فتى لو انطلع الاثيريوم لهي النقطة لاحظوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خطوط كلها تجنب بعض فقط لكم لما تلاقوا خطوط قريبة من بعضها فهي منطقة تداول جانبي تمام؟ بعد من المنطقة اللي حيابحر فيها ويصعد فيها البيتكوين من 3500 إلى 4017 هاي منطقة لهي المنطقة هي المنطقة اللي بالفعل انت تشتري فيها والترنت حيصعد معك بقوة بدون مقاومات تذكر اما هون مقاومة ثنتين ثلاثة وهي الرابعة فواضح ذو هاي المنطقة هي منطقة التداول جانبي المفروض كنت اقافل صفقتك فيها وشفت الساعة شو حيعمل فيه او لو حتى مشتري لازم تأمن صفقتك عند هاي المستويات طبعا هذا الفيديو الهدف منه ليس ان انت تداول تمام؟ الهدف منه تعليمي بحث على السيستيم تلعنا اه 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 طيب طيب شباب طيب عفوان شباب اه 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 اضبطنا المايكور جانا جانا لكون بالنسبة لبيتكوين كاش طبعا فين انت شباب فيه ناس بتخاف تطلع من سطو بلوز مثل اثيريوم طبعا الملاحظة الثانية بنبهك عليها ما تنسى الباثبوينت 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 شامي لك 19 الى 16 عندك صوت شايف المنحني الاخضار الطالع لفوق عندك يوم 24 ترين كونتينواشن فعندك 17 سوء طلع وعندك 19 كمان بدأنا صعود فهون توقع انه هاي هي ترين كونتينواشن فانت دايما بدك تتصيد اقل مناطق ممكن تشتري منه ممكن تشتري من هون او لو كنت شاري من قبل فستوبك هون ممكن تشتري هلا وتحط استوبك هون بس بعد الاستوب لو ضرب معك استوبلوز بدك تطلع من الصفقة ليش لانو بعد ما نلاحظ عندك هبوط 19 بالمية فانت على حالتين حتى لو ضرب استوبلوز معك انت هتعود واطي هبوط هتشتري باسعار اقل فلا كتير تقول والله انا ضرب معي استوبلوز فخاص هي نهاية العالم لا بالعكس انت هون عرفان السعر اللي رايح بدقة فانت عندك استوبلوز حتنزل بعدين 19 بالمية يعني انت كسبان 25 بالمية زودت كمية الاثيريوم اللي عندك فلا تزعل الموضوع كتير ضرب استوبلوز هذا الشي عادي بعالم الاسواق المالي وهي مخاطرة انت بدك تقبل فيها بس وين الفكرة بالستوبلوز الفكرة شباب مونو ينضرب معك استوبلوز الفكرة الضل ماسك بصفقة وهو السعر بدينزل بعد منها 20 بالمية تمام بعد منها من هاي النقطة لو هاخذ استوبك هون السعر بدى يأكس عليك 20 بالمية وضل ماسك بصفقة عم بتقول انا مستثمر على المدى البعيد انت في وقت عم تضيعه صديقي هذا الهبوط هو 20 بالمية فكر فيها فانت زودت كمية الاثيريوم قال وخلاص انتهى صار الهبوط وضرب معك استوبلوز فانت هكسبها لم يحفزتك نعم انت ضرب معك استوبلوز فانت كسبها لعشرين بالمية زودت ايمة الاثيريوم معك وهاي بتجمع معك يعني 25 بالمية من هون 10 بالمية من هون بتلاقي حالك студول بعض عشر سنين ايمتهم مليون مليونين دلار اللي انت هي النسب Bird 3 مالك سائل فيها او تسأل بهاي النسب البسيطة فلا كثير تتمسك بصفقاتك ستوبلوس خلاص انتهى ستوبلوس تطلع من الصفقة لا تتمسك بسوقك تمام انا هي بتجمع معكم من هون 20% هبوط زائد الوقت اللي انت عم تضيعه يعني بعد 5 سنين 6 سنين تداول هاي صارت معنا احنا تمام لان انا زي ما بتداول من تقريبا فيكم تقولوا 2002 حتى 2021 عدو كم سنة 18 او 19 سنة فهي الاشياء كده كانت تفرق معي يعني انا لو من 18 السنة هاي الخمسة بالمية طبعا ما في خمسة بالمية كنا نتدعول على الاسهم تمام السهم اللي يهبوط 20% فخلاص هو سهم النهار نعتبره انهيار ونتدعول على الفريكس فالموضوع الواحد بالمية واثنين بالمية كانت تجمع معنا هاي النسب حسب انت على مده خمسة سنين 6 سنين تداول وتلاقي حالك بالفعل ان هدول ايميتهم فوق المليون دولار تمام فالاكتير تتمسك بصفقاتك الفاشلة والصفقات الناشحة تمسك فيها شلون شو معنا تتمسك فيها السعر طلع معك انت طلع معك الهون تقول لا انا خلاص بدي وقف المكسب هون انت الاتجاه صاعد حتى التاريخ الثاني تاريخ الثاني وين موجود بالداشبورد المدفوعة فانت كمل وصل معك لهون خط سطوبك تحته اسفل شوي خليك كمل يطلع لفوق طلع لفوق حط سطوبك اسفل هيك اللي حط توصل النقطة الثانية اللي يقل لك الباث بوينت انه خلاص انت وصلت على الزمن اللي حين عمل فيه قمة خلاص ستضرب معك سطوبلوز هون بعد فترة مشي معك سعر 50-60% ستضرب سطوبلوز انت حتكون كسبان 40% فموضوع خطائين الناس بتقع فيه هو تمسك بصفقات الفاشلة تمام تمسك بصفقات الفاشلة وتخلي سريع عن الصفقات الرابحة هذا مع الزمن انت بكل بساطة بصفقات الفاشلة وتتمسك فيها انت تخسر الزمن مثل ما صاره بثماني مايو هلا اسعار رجعت انت عشت تمام وبعض العملات تجاوزت القلمتها بس مو الكل 80% من السلوء لسا ما وصل على القمم تبعه تمام اللي كانت بثماني مايو بس الناس عوضت 70 او 80% ولكن فكر فيها خلال رحلتك هاي من ثماني مايو حتى هلا 26 اغاستو اغاستو ستشو خسران خسران الزمن يعني لو انت بايع فوق من التوب تمام ومشتري تحت من القاع انت عاملك هلا 200-300% على بعض العملات في بعض العملات وصلت للألف بالمية يعني بدوبل رأس مالك امضاعفه 10 مرات ففكر الموضوع صديقي وفكر باللي انا عاملك عليه انا عاملك بشي قدامك انت شايفه ونشوف هلا العملة الثانية شو من نشوف عملة دوش كوين حبيبة الملايين نلاحظين عبطت من هذا الخط بالضبط طبعا انا ارسم الخطول جاهز اني عم حلل لا الي ومرة ثانية شباب هذا الفيديو ما هو توصيت بيع وشراء انا عم فهمكم كيف تشتغل على البرنامج فالهدف منه تعليمي بحت فعنا ما انا مسؤول عن ربحك او خسارتك عندك هذول ثلاث خطوط انا عملكون خطوط لما تكون قريبة من بعضها توقع اما تغير اتجاه او اتجاه جانبي فواضح انت كان لازم تطلع عند هاي الخطوط هذا السعر عم يهبط بده يهبط لهي النقطة كمان حيلاقي مجموعة خطوط فهي الخطوط هي حتوقفه تخليه صحي حيرجع يطلع مرة ثاني لهون تمام فمو هلا هي المنطقة اللي انت تشتري فيها بطريقة او بشكل تمام بشكل جدي طبعا لاحظ هاي النقطة يوم 16 هذا هو يوم 16 شايفين هاي شمعة يوم 16 العملة هبطت ما صعدت مع البيتكوين فممكن الفعل هاي العملة تمام ماشي على الخط الثاني الأحمر هذا اللي تحت اللي انت شايفه فممكن هاي العملة تكون هابطة فانتبه بهاي النقطة انه هاي العملة ما صعدت بعد يوم 16 بالعكس عملة قمة ادنى من القمة الصابقة فانحنا عنا بالباث بوينت عنا منحني المنحني هاد الأخضر اللي هو عمي لك صعود منحني ثاني العمي لك هبوط خلونا نشوف الدوش كوين على هذا المنحني لاحظ لاحظ بس حط انت الماوس على الخط الأحمر لاحظ انه هابطة هاي العملة هاي العملة نلاحظ انه في عنا هبوط فهموه الباث بوينت عطاني الاشارة الاولى او فهمني السوق شو هو انه هاي العملة ماشي عكس البيتكوين لاحظ البيتكوين صعد هي ماشي عكسه تمام فهي العملة ممكن تكون كتير هابطة فمو هي مستويات تلاحظ عم تهبط مو هي مستويات للشراء اللي انا اشتري فيها انا نشوف البيتكوين تمام طيب شوفي عنا عملات ثانية عنا الزليكا الزليكا كمان نفس الشيه عندها هاي مستويات دعومات هلا بلكن كيف طلعتها لانه اذا حطيت انت السيام المشتركين بالبرنامج لو حطيتها على البرنامج اساسي ما حيطلع معك هاي الدعومات فعندك اتجاه لهون هاي ممكن يكون هدفها كيف طلعت هاي الدعومات تحت بكل بساطة تمام حطيت عنده هون عند قاع اللي هو 17 اغسطس عملت بلايباك لانه هون في سيولة متغيرة فما عدت تظهر معك تمام ما عدت تظهر معك فلازم ترجع على بلايباك لحتى تظهر معك كل هاي السيولات بس عمل بلايباك حيشو هيحط لك شايف هاي الخطوط كلاتها هيعينته هون شايف وعد الخط لاحظ الخطوط منين اجيت انه كان هون في سيولة بعدين فجأة تغيرت السيولة لاحظ هون هلا شوف كيف هات تغير معك السيولة فجأة شايف الخطوط تغيرت ما عدت السيولة تغيرت هلا نكمل لاحظ فشو انا اعلى خطوط اخذتها وحطيتها فهي هي اللي تغير السيولة عليها هنشوف عملة الار اي في في هاي اللي تم ادراجة على منصة اوكي اكس مبارح شو قلتلكون اما قلتلكون قبل ساعة بعد ساعة من اصدار كنا هون بهي الاسعار قلتلكون هاي العملة الطالة على هاي المنطقة لاحظ طبعا هي منصة العملة نازلة على كيو شو اسمها هاي منصة كيو كوين كيو كوين تمام فلاحظين خطوط 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 منطقة تداول جانبي هون اخر تداول جانبي اتجاهي صاعد حسب الباثبوينت اخذت الهدف هون ثلاثة وعشرين بالمئة بالصحة والعافية خلال يوم واحد بس دعنا نشوف التوتال التوتال الساعة عم يحبوط لسه بكير يعني بده يتجاوز هاي المنطقة كلياته هاي المنطقة كلياته هاي المنطقة كلياته لحتى نقول انه عنا بالفل هبوط ودخلنا بترنت صاعد طبعا ليش هاد الهبوط عم يصير لانه لاحظوا على البيتكوين عندك يوم اربعة وشرين هي يوم اه ترند كونتينواشن تمام فممكن يكون بالفعل احنا تمام عم نهبوط لحتى نصعد صعود قوي بعدين تمام فلاحظة يخلاق الحركات البسيطة لانه لازم البيتكوين لحتى يغير بالفعل مساره الشباب تمام لازم يوصل على الاربعين الف هذا رقم جدا بعيد فانت مثل ما حكينا ببداية الفيديو كيف تتعامل مع الموضوع بعدين هاي هون حيطلع عندك عدة دعومات لاحظ وعدة مقاومات على البيتكوين هاي هون واحد اثنين ثلاثة اربعة هدول الخطين اقراب من بعض وهذا الخط قريب منهم في هاي منطقة دعم قوي مو بسهولة السعر حيوصلها فالمنطقة لاحظ المنطقة المحورية هي الاربعين الف ومحدد لك هالبرنامج ما في داعي تستخدم اي نوع من انواع التحليل الفني هو شغلته هو يحلل لحنا مبرمجينا لحتى يحلل لاحظ على اي محلل الفني الا وين دعومات البيتكوين حيقلك هون عند هاي النقطة عند الاربعين الف ومئتين واحد وثلاثين البرنامج محدده اوتوماتيك انت صديقي ما عليك انه تتعب انت في تحديد هاي الدعومات والمقاومات نشوف شو في عبلها الثاني افاكس افاكس لاحظين بالضبط عند الخطوط لاحظ عند الخطط طبعا محمد الخطوط عملت بيم بي مع شوقت الجماهير لسه على خمسمية واربعة وثلاثين كمان ممكن تصعد البيتكوين كاش لاحظين البيتكوين كاش دخلت بمنطقة شراء لانه قربت من هاي المنطقة تمام بهاي المنطقة ممكن انت شو تشوف عند هاي المنطقة تمام ممكن شو تشوف انت عند هاي المنطقة تشوف هلا هيك منطقة زبزب لنخطوط قريبا بعضها بعدين عملت الصعد تمام فالبرنامج بكل سهولة شايف بكل وضوح موضح لك وين نقاط طبعا لاخص هحط لك هلا اشارتين مع بعض شباب بشان نشوف موضوع الترافق الزمني تمام هذا وحون هتحط دوش كوين دوش يوز دي تي شرط اي عملت تمام هون محطوطة عديلي هاي على الاربع ساعات خلينا نحط لكم على الاربع ساعات لاحظين شباب بس ها انه المنظر هو نفسه لاحظين تماما هي نفسه هاي العملت حتى لو مديت الخطوط هم مديلكون ايها وهبطت من نفس المستويات لاحظ اخضر ابيض اخضر ابيض هذا المستويات التانية هبطت منه هذا المستويات شايفين هاي ثلاث مستويات طلعت معنا هلا اذا مدينا الخطوط هاي كمان مد هذا الخط مد هذا الخط لاحظ نفس المنظر بالضبط لاحظين عملتين ماشيين مع بعض انا هلا انتبهت عليها لاحظ البيتكوين كاش سابقة ها اكبر لك الشارت بشان تشوفه البيتكوين كاش سابقة لاحظ وصلت لعند هاي الخطوط وقريب منها وهي وصلت لعند هاي الخطوط وقريب منها ممكن هيتكمل عند هاي الخطوط تبدأ نشوف العكاس لفوق تمام طيب لاحظ نفس المنظر بالضبط خط هون خط هون خط هون خط هون خط ازرق خط برتقالي خط ازرق خط برتقالي حتى الخطوط اللي تحت هي نفسه فالبيتكوين كاش هي نفسه الدوش كوين تمام طبعا ازا خط هلا هبطت البيتكوين كاش تحت هذا المستوى اللي هو مستوى تبع يوم تساط عشر يوم تساط عشر فهي خلص اعلنت انه هي توفت الى رحمته تعالى وكونت تريند هابط خط ازرق هادا اخر نقطة ليش لانه الباث بوينت بيقلك انه انت هتبدأ سعود من يوم تساط عشر او ساط عشر طيب هون حاليا احنا هبطنا تحت منه فخلص احنا العملة توفت الى رحمته تعالى تمام الشباب المشتركين بالمدفوع بشان تعرفوا انا كيف عم بحلل وشو اللي انا بحلل العملات بكل سهولة فيها وشلون بتقولولي عماد كيف انت بتطلعها في رأسك على العملات طبعا ما في شي مخبه ان الامور واضحة و بسيطة عملت لون هي من النصة عن نصة الوكي اكس عندك شايف هذا الخط عندك 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 هذا الخط وعندك هذا الخط لاحظة هؤلاء الخطين كيف عملين دعم لاحظ الاملة كيف هم تتزبزب عنده فاهي العملية ممكن ترجع تصعد لفوق تمام الـ كمان مرة تاني ان لكم شباب اطلعوا خطوط جنب بعض مثل هيك عملية اعرف انه هي عملتك ادامه هبوط او على الاقل اتجاه جانبي شايفين كيف هم تمشي اتجاه جانبي بهاي المنطقة طبعا هلا هتوصل لهي المنطقة لهي المنطقة تمام هاي العملة ممكن ترجع تطلع ترجع تطلع هذا الخط مو مادينه خلينا نمده احنا عشان تشوف قدي كمية خطوط عندك هون تمام هاي منطقة مع انها تكون اكتر من الخطوط تكون منطقة ممكن تغير اعتجاه هاي ممكن تغير اعتجاه اول حدث يكون هون بهي النقطة ولاحظ كمان اذا انت عم تستعمل خطوط للترندات الكلاسيكية بس لو مديت على نفس الخطوط طبعا الاند بوينت حتلاقي انه هو خط ترند ولكن اند بوينت اضاق لانه هو عم يوصف لك عم يقول لك دعم اثنين ثلاثة تمام لاحظ شو عملت العملة عند هاي الدعمات بلشت تدخل بحالة انتعاش لاحظ عم وصلت عند هاي الخطوط شو عملت تمام فانا بكل بساطة بما انه ريسك تبعها قليل انا فيني في ادخل شراء من هون بحط ستوبي اسفل هذا الخط الابيض شوي ادي حيكون ستوبي خلونا نشوف 8 او 9 بالمية كتير شوي بدي نزله لخمسة بالمية فانا فوت بنص حسابي مو شرط فوت كل حسابي اشان اعمله بس ريسك تبعي خمسة بالمية وباخد اهداف علوية لاسيما انه هي تمام ايلي الباث بوينت انه من يوم 17 عندي صعود تمام اعملت هلا الدوش كوين لاحظينه البيتكوين كاش مشكوك بامرون شو التأكيدات لانه هن نوصله لاخر خط تمام التأكيدات بالفعل انه هن ماشيين على الباث بوينت الصعود وماشيين مع البيتكوين انه ما يكسروا هذا القاعة بشكل قوي تمام هلا لازم الدوش كوين تطلعت وعمكن تطلعت ووصل لهون تعمل تزبزب كذا 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 هيك تمشي تجربة الاتجاه الجانبي لحتى ترجع تلتأ مع هذا الخط بعدين تنطلق تمام تلاحظ منطقة الاتجاه الجانبي تبعك ما خلصت لاحظ اما على البيتكوين كاش وين البيتكوين كاش بيتكوين كاش هاي هي لاحظ البيتكوين كاش وصلت لهون بس ما كسرت هذا الخط اللي هو القاعة ما كسرت القاعة اليوم تصلت عشر وممكن هلا من هاي النقطة ترجع تطلع لفوق او كمان ممكن تقضيها هيك اتجاه جانبي بهاي النقطة وتطلع لفوق بس بجميع احوال ستطبك هون بهاي المنطقة انت كبار النقطة تانية يا شباب في ناس بفوتوا صفقة بعدين بيبلش ويلعبوا لابد التخمينات مع السوق طيب سوق صعيد طيب سوق هابط طيب بده يعمل قمة طيب بده يعمل قاع انت هاي المعلومات ما بتفيدك بالتداول لا حتى تعملك فلوس تركز عن المعلومة اللي بتعملك فلوس دعم اثنين ثلاثة السعر وصلنا هون دخل ضمن هاي المنطقة انت اشتريت خلاص استطبك اسفله او استنى استنى عطي السوق وقته لا تستعجل عليه انت حتكسل حتكسله تمام فالعجلة ما في داعي لإلحى تمام وفلوسك كاشو بجيبتك فانت ما في داعي تستعجل على السوق اعطي وقته لحتى يعبر انه بده يكسر اتجاهه حتلاقي هابط هون بده يعملك منطقة التداول الجانبي بعدين كسر التداول الجانبي وطلع لفوق او مباشرة نزل بشمع وعطاك عزم قوي لفوق تعرف انه هذا قاع وانه هاي الخطوط بالفعل وقفت السعر السعر حيرجع يطلع لفوق ساعته بتفوت شراء ما حيكون دخولك مبكر جدا لا تخاف ما حيكون دخولك متأخر تمام فهي نقطة شباب بدنا ننتبه لها ما نستعجل على السوق يعني خلاص شفناه وصل عنده هاي الخطوط يلا مباشرة نغزه امر الشراء لا عطيه وقته عطيه وقته اطبخ الطبخة تبعك على الهادي بشان تطلع معك طيبة بشان تعرف تأكلها بشكل انا هذا الموضوع بتداول عليه من عشرين سنة يعني مو شي جديد تمام لاحظ هاي العملة الداش لاحظ عملة الداش تمام هلأ وصلت عند هذا الدعم تمام ممكن بالفعل ترجع تهبط عند هذا الدعم فانا فيني بكل بساطة لاحظ هلا ازا انا بدي اشتري بعملة الداش خلينا نفكر فيها بشكل منطقي انا شو الهدف بدي من هاي العملية عشرة خمسة عش بالمية عندي هدف الاول هون عند هاي المناطق تمام طيب فتعريبا ستعرف الستعاش بالمية الى ثلين وعشرين بالمية نعمة حلوين مو كخة استنا السعر ليكسر هاي القمة حتى تاخد تأكيدات اتجاه بالفعل انه هذا الدعم قدير اوقف السعر وبدأ صعود هذا حتى يطمئنه قلبي تمام السعر رجع طلع لفوق بعرف انه خلاص انا عم بكمل ترنت الصعاد وهذا هو هدفي باخد هيك 16% على الاقل خلال يوم يومين بشكل مضمون خلال الشهر بتعملها كالستين والسبعين بالمئة الرقامة على فكرة منطقية بالعملات الرقمية اللي بتتحرك ثلاثمية بالمئة وعشر تالف بالمئة بالسنة وموضوع انه انت تعمل الستين بالمئة بالشهر عادي بدك تأكيدات هيكش في حسابي هذا هو تمام اليوم انا قديش خسران لحدها طبعا لساته هاي بداية اليوم فما فيني احكم لحتى اليوم يقفل ناقص 33 دولار هذا الشهر قدي عامل 38.89 لساتنا يوم 26 مو مكان اخر يوم انا عامل ستين في المئة لوحده تمام هاي ارقام منطقية تمام هذا هو كشف حسابي انا فاطحه عادي ما بتفرق معي وهذا كشف حساب تبع الاند بوينت هذا نحن عاملينه عشان الناس نشوف الاعداء تمام هذا هو الحساب 3937 مشتري بعملة الزليكا وحاطة stop فيها تمام عشان نكون اؤمنة حسابي خلينا نشوف عاملة الزليكا انا وين حاطة stop نشوف الاعداء نشوف الاعداء فنحن بنعمل كشف حسابي حتى تكون الامور الشفافة نحن نبيعك شي حقيقي for real ما بتخليك تشترك برامج فاضية ما من نفائدة شايف stop هذا هو take profit صفر فاصلة سبتعاش وستوبلوس صفر فاصلة واحد صفر اثنين ثلاثة اربع هاي صفقة تبعي وين عملت زلكة اعطوني اياها هاي عملت زلكة خط تبعي انا وين اه عند الصفر فاصلة سبتعاش شايفين عند هذا الخط اخذ take profit بس لا يوصل عنده هاعمل هون شوف السعر شو بدي اعمل والله يعمل الاتجاه جانبي رجع كسر من فوق هارجع اشتري مرة ثانية او برفع stop تحت منه انا كسبان هون قديش هاكون في حال مكسبي هاكون كسبة من 56% الى 60% تمام انا داخل من تحت مو داخل من هون بس هاي هي very simple واستنى الصفقة تبعي خلص انا حاطة stop هون 0 01 stop 123 ثلاثة هذا وخلنا نشوف stop نوين نحطه هون ها شايفين حتى هون هاد نفس الخط هذا هو اخر خط من تحت حاطة تصبي تحته بالفعل عملة اذا حبت تحت منه خاص هتنزل بالدو اخر فبس very simple very easy عملة ليوني يوني swap حكينا عنا ولا ما حكينا عملة يوني swap واضح واضح انا هتوصل لهي المناطق راحسين اديش كم دعم فيها بعدين ممكن تعمل ارتداد من هاي المنطقة مع انه هاي العملة انتبهوه تمام اذا كسرت هاي النقطة فانت عندك هبوط بهاي العملة تمام حتكمل ترنت حابط المفروض هلا ترتد من هاي المناطق او تعمل على الاقل فالسو بريك اوت لهذا القاع لانه هذا القاع هو اللي حددهو البرنامج من 16 الى 19 تمام حتى لو دخلت هون هيك اتجاه رجعت حبطت صعدت عادي طبيعي جدا بس اهم شي ما تكمل تحت هاي المناطق شايفة هاي حزمة الخطوط ما تهبط تحت منه لاحظ وين انت دعوماتك كلاته هون ما تتجاوز هاد الدعم الاخير هاد الدعم مائل البرنامج احنا بيعطيك دعومات مستقيمة مثل هاي احيان دعومات مائلة فهي لكشة الخطوط هاي ما زنزل تحتها نزلت تحت لكشة الخطوط هاي او مجموعة الخطوط هاي فعرف ان خلاص العملة قدرت تكسر دعمات مهمة وهي العملة بده ويخة وانت العملة تبعك ما هتمشي وفوق هاد المنحني اللي فوق مع البيتكوين هتمشي عكس البيتكوين تمام؟ طيب اي ماذا انا بدي اشتري بهاي العملة استنى عملة توصل عند هاي الخطوط تعطيك انعكاس لفوق وفوق تشتري بتعرف ان هاي العملة بكملة مع البيتكوين شوفي عملاتين اكس ار بيش هنتخلص نقفل الفيديو اكس ار بي ما بعرف حكيت فيها بس انيوي تمام؟ لسا هاي العملة لسا بظن انه عنده اهداف حتى الواحد فاصلة الثماني بسطبك واضح انه هون كمان نفس الشي افتح البلايباك بتلاقي كمان هون عندك مجموعة دعومات ومقاومات عند هاي المنطقة واحز مجموعة دعومات ومقاومات بتحددها هيطلع معك الخط الاخير الشباب اللي معهون البرنامج هيطلع اخر دعم هذا هو قاع يوم 17 حتى عندك على الباث بوينت هون 16 و 16 فهين قاع الاساسي هون كان فهي نقطة اذا تم الهبوط تحت منها خلاص باي باي ال اكس ار بي بنهاية اتمنى جميع التوفيق واتحياتك معكم عيمات جان موسيقى موسيقى موسيقى